اثنان واربعون شخصا على الاقل وخمسة وعشون جريحا خلفه حادث سير على الطريق بين مراكش وورززات جنوب المغرب التلثاء الماضي الحادث المميد اثار جدلا كبيرا ليس في المغرب وحدها بل في الجزائر والتونس حول اسباب حوادث السير المتكررة التي تشهدها هذه الدول في هذه الفترة بالذات فترة الصيفية رغم المجهودات الجبارة التي قامت بها السلطات الامنية المتمثلة في الدرك الوطني او الامن الوطني في المخطط الازرق ورغم التوعية الا انه يبقى العامل البشري وتبقى سرعة الافراط في السرعة تحتل الجزائر المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الوفيات في حوادث المرور ويقع حادث في كل عشرين دقيقة وقتيل في كل ثلاث ساعة كما بلغت خسائر الجزائر بسبب هذه الحوادث مئة مليار دينار سنويا انا شوف بليكين بزاف حوادث المرور ويعني هذا شيء مؤسف للغاية ودولة اعنى يزم طبق قوانين الدولة لازم تكون كما يقولوا صاري ما في تطبيق القانون على الجامعة سواء يكون ابن وزير ولا ابن مواطن في تونس وحسب وزارة الداخلية شهدت البلاد خلال الثمانية اشهر الماضية قرابة ستة الاف حادث راح ضحيته اكثر من الف شخص وحوالي تسعة الاف جريح اي بزيادة اربعة عشر في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وتتراوح الاسباب بذل افراط في السرعة وعدم الالتزام بقوانين المرور كما يشكل استخدام الشباب للدراجات النارية اكثر من 30% من مجموع هذه الحوادث كلها تقريبا سجلة خارج مناطق الامران يعني على مستوى الطرقات الوطنية والجهوية وكانت الاسباب متاحة مختلفة الا ان اهم الاسباب اللي سجلناها تبقى تتمثل اساسا في الافراط في السرعة لو نشوفوا سنة 2011 خلال سنة الفارطة يعني نسبة الخطورة متاع هذه المخافة اللي هي الافراط في السرعة كانت في حدود 35 قتيل بالنسبة للمئة حادث تتعدد اسباب هذه الحوادث لكن الموتة واحد انا نية انه كل انسان يقول انا هو لازم هو يتعدلوه لازم هو اللي يتجاوز سيارات الاخرى من غير ما يرد بالو شباب 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 وستلقاها ما يعطيش قيمة للقانون الطرقات وما يعطيش قيمة لك الدقائق اللي نجم يخسرها اللي نجم يضيعها اللي هي ربما تكلف له بحيته حوادث السير تخلف وراءها ارقاما تقيلة من الضحايا وفي حالات كثيرة تشوهات واعقاد ابدي نبهى وطاس بي بي سي نبهى وطاس بي سي اشتركوا في القناة